وارجعنا لكم تاني أعزائي مشاهدين فقرتنا التانية من برنامج أستاذ في الطب اللي هنتكلم فيها النهاردة عن تأخر الإنجاب طبعا المشكلة بتقابل الناس كتير جدا لسه في بداية جوازهم اللي هما بيتأخروا شوية عن الخلفة بيبدأوا يقلقوا وبيبدأوا يعملوا فحوصاتهم وبيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي او يعملوا ايه طبعا المشكلة بقت كبيرة جدا والناس بقت متخوفة اكتر بسبب انه ممكن يكون سن الجواز الكبر البلاد كبرت شوية عن سن الجواز نلجأ للحقن المجهري امتى نقول انه ست اتأخرت في الخلفة او ان العيب من الراجل او الست او يبدأوا يعملوا تحاليلهم كل ده هيرد عليه النهاردة دكتور محمد حسير مصطفى استاذ النساء والتوليد ولو عقم كلية الطب جامعة عين شمس اهلا بيك يا رفا اهلا بيك يا وسهل سالي واهلا بكل المشاهدين وبقناة صح والجمال اهلا بيك منورنا يا دكتور ربنا يخليك دكتور طبعا مش عايز اقولك ان الموضوع الخلفة ده بالزاب بيبقى القلقان منه لاس كتير جدا طبعا تأخر الانجاب ده بقت مشكلة وهي مشكلة موجودة من زمان يمكن زمان كان الطب لسه متقدمش فخلاص بيبقى يبقوا كايفين انهم يعملوا اي عمليات لكن دلوقتي بيبدأوا يقلقوا بيبدأوا يعملوا فحوصاتهم بيبدأوا يعملوا طفل الالبيب حقن مجهري امتى اصلا نبدأ السيدة او المتجرسة متجاوزين جدا يبدأوا يعملوا فحوصاتهم تمام ده سؤال جميل جدا وهو اهم حاجة في الاعلام بصفة عامة ان احنا نصلح المفاهيم ويعني اعتقد ان اي دكتور بيطلع على شاشة تلفزيون بيبقى ليه هدف اساسي الاول ان احنا نحط للناس المفاهيم الصح ما كان المفاهيم الغلط اللي دايما موجودة في حياتنا فزي ما حضايق بتقولي كده نوع اي اتنين بيتجوزوا فبعد الجواز بفترة بسيطة شهرين ثلاثة اربع يبتدوا يقولوا احنا ما حصلش حملة ليه وبتدي الناس تقلق من عدم حدوث الحمل فاحنا اول مفهوم خاطئ لابد ان احنا نصلحهم ان مش بعد الجواز بشهرين ثلاثة لو الواحدة ما حملتش يبقى فيه مشكلة لا احنا ممكن نستنى حسب سن الزوجة حسب سن الزوجة وما فيش وقت محدد في الطب ما فيش وقت سابت ما فيش قانون معنى اصح عشان الطب معمول لخدمة الانسان واللي يخدم الانسان هو ده اللي احنا بنمشيه وبالتالي لو كان سن الزوجة سن كبير يعني احنا بنتكلم في واحدة زي ما حدوك قلت من شوية كده اتأخر سن الزوج فلو واحدة اتجوزت وهي عندها ستة وتلاتين سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين اربعين اتنين واربعين سنة دي متى اتناش كتير فدي مش هينفع نقولها صبري فترة طويلة يعني دي اخير هنستنى عليها من ثلاث شهور لست شهور وبعد كده نبتد نعملها فحوصات وتحليل ونتأكد هل في حاجة تبنحها ولا لأ لا ينطبق الكلام دوت على الناس المتجوزة وهي عندها ستتاشر سنة وطمانتاشر سنة دي لو استنين عليها سنة واثنين وتلاتة كمان ما فيش اي مشكلة ان احنا نصبر عليهم بغاية ما نشوف هل في مشكلة وحملة لوحدها ولا لأ عشان حتى لو استنينا وهي عندها ستتاشر سنتين هتبقى تمنتاشر سنة فلسه صغيرة وبالتالي سن الزوجة وده شيء مؤثر جدا في القرار بتاعنا احنا هنستنى قد ايه غير سن الزوجة طبعا ممكن تكون سن الزوجة صغيرة ولكن عندها مشكلة واضحة تخلينا ندور فيها من اول يوم تتجاوز فيه زي مثلا لو قالتلك انا الدورة ما بتجيش عليها خالص ما جاتش ليش الدورة نهائيا هل دي عندها برضو تمنتاشر سنة هل دي استنى عليها سنتين او تلاتة لا يبقى فيه معايير تانية غير معايير السن وغير معايير الوقت اللي هو معيار المشاكل الطبية اللي قبلتهم في حياتهم قبل كده يعني يعني عدم تضام الدورة يا دكتور بيأثر على الانجاج بالضبط كده ما هو ده الشيء اللي احنا برضو لازم نفهمه للناس ان احنا دورة منتظمة يعني تبويض منتظم تبويض يعني بويضة بويضة يعني حمل البويضة التي تلقح وين تجعنا جنين وين تجعنا الحمل وبالتالي اذا كان فيه عدم انتظام في الدورة فيوجد عدم انتظام في التبويض فيوجد عدم انتظام في الشيء اللي هيحدث منه الحمل وبالتالي ممكن الحمل يتأخذ نتيجة عدم انتظام في التبويض اهي الست دي من قبل ما تتجوز مش بعد ما تتجوز من قبل ما تتجوز تروح لدكتور النساء وتشوفه وإيه اللي عملها عدم انتظام في التبويض أو إيه اللي مخلي الدورة بتاعتها ما تجيش عشان لما تتجوز ما يحصلناش تأخر ما تعانيش من هدي المشكلة وبالتالي مش كل الناس بنطبق عليهم فترة الوقت حتى لو صلناها صغير لا هي لو عندها مشاكل طبية لابد ان احنا ننتبه لهدي المشكلة ونبتدي نعالجها من بدري وممكن مش بعد الجواز ده ممكن كمان قبل الجواز والكلام ده مش للست بس لا الكلام ده للراجل والست يعني لو كان الراجل نفسه صغير في السن عنده خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة وجميع علامات الرجولة مكتملة وصحته كويسة وكل حاجة ولكن وهو اما تولد انا بدي حضيك امثلة ان احنا ما نستناش احيانا تولد بعد ما تولد بشهرين تلاتة اكتشف انه عنده الخصية معلقة فعملوله عملية في الخصية عشان ينزلوها مثلا او كان عنده فتاء في الخصية او هو صغير او 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 عنده اي مشاكل حصلت له بعد الولادة من ساعة ما تولد لغاية على الرغم انه هو شكله شكلا وهرمونات وجروث ونمو وعلامات الرجولة مكتملة الا انه عمل عمليا اهو ده ما نستناش عليه نقوله روح عمل لي تحليل سائل مناء ونتأكد ان السائل مناء بتاعها كويسة حتى قبل الزواج عشان كده الفحصات اللي بتتعامل ما قبل الزواج من ضمنها تحليل سائل مناء ودي من الحاجات الصحة المفروض تتعامل عشان مش كل راجل هيئته مكتملة ينتج عنه ان تحليل سائل مناء ونتأكده كويس لا خالص بس سن الراجل هلوش علاقة اعتقد يا دكتور يعني الراجل دي خلف لأي سن سؤال جميل جدا لا سؤال جميل ده سؤال خطر ده سؤال في المطالة الخطورة ده سؤال في المطالة الخطورة هي المعلومة دي معلومة صحيحة فعلا ان الراجل غير الست الراجل عنده خصية والخصية هي مصنع والمصنع يصنع حيوانات مناوية طالما ادي تيولو المادة الخام من بر حيبتدي يصنع حيوانات مناوية الست حصالة تم وضع فيها مجموعة من البويضات وقت ما كانت بتتخلق جوه الرحم بتاعها وتقفلت الحصالة وبتصرف من هذه البويضات من ساعة ما كانت جوه بطن ممتها لغاية ماء الدورة بتاعها تقطعت وبالتالي فعلا الست غير الراجل الست لها فترة للإنجاب ولحكمة ربانية ان جسم الست الحمل ده صعب جدا ومتعب جدا حملته أموه وهنا على وهن حملته كرهن وضعته كرهن ده ربنا اللي خلقنا بيقول ان الحمل ده فترة متعبة جدا للست أكتر فترة جسمها بيبقى ضعيفية فما ينفعش ده ربنا بيحبنا فما ينفعش ان الست وهي عندها سبعين سنة وجسمها وهن وعظمها طعب تحمل فعشان كده ربنا خلق لها انها تحمل في أكتر فترة جسمها قوي فيها اللي هو سن الإنجاب بتاعها ولازم يوقف بعد كده أما الراجل مش كده الراجل هو مجرد معطي للحيوانات المنوية أعطى الحيوانات المنوية سواء كان سنه عشر عشرين سنة تلاتين خمسين سبعين ثمانين سنة فهو مجرد ان هو بيدي الحيوانات المنوية للست عشان تخلق بيها بيبي وتفضل شهيلات تسعة شهور الراجل يقدر يخلف طول عمره طالما ما حصلوش مرض يؤدي الى ضعف السائل المنوي طالما قدرته الإنجابية يعني قدرته على الجماعة قدرة كويسة وعشان كده دايما فيه معلومة بتقول ايه بتقول طيب انا فيه راجل تحليل السائل المنوي بتاعه متوسط يعني اقول لك معلومة غريبة جدا متوسط وليس سيء وليس عالي ومتجوز واحدة بقاله عشرين سنة هو تحليل السائل المنوي بيطلع يا اما عالي متوسط يعني ليه درجة يعني مثلا المفروض عدد الحيوانات المنوية يطلع فوق الخمستاشر مليون او العشرين مليون ليه نسب يعني اه وليه الحركة تكون كويسة او الاشكال المشوئة كويسة تحليل الراجل وحش مش حلو الحيوانات المنوية فيه معدل تكسير الDNA بتاعه عائل تمام الراجل ده متجوز واحدة بقاله عشرين سنة فهو متجوز هو عنده خمسة وعشرين سنة وهي كان عندها ساعتها عشرين سنة حلو بقاله عشرين سنة وما بيخلفوش وكل ما يرقل ده كانت يقوله التحليب بتاعك وحش التحليب بتاعك وحش ياخد أدوية والتحليب بتاعك وحش كويس كده الستة بقى عنده 40 سنة تقولك إيه تقولك أدام تحليله وحش أو تحليله نص ونص يبقى لما يجاوز واحدة تانية ما حيتكرر معاه نفس الكلام آخر مؤتمر طبي اتعمل في أوروبا في المؤتمر الأوروبي للإنجاب اللي هو من أكبر المؤتمرات الدولية في العالم وكان معمول في بينا قالوا القاتل قالوا إن البوايدة الصغيرة للمرأة الصغيرة تقدر تصلح عيوب الـDNA للحيوان المنوي الضعيف كده تلصح كل اللجالة على فكرة اللي مخلفوش يتجاوز تاني سؤال خطير عشان كده سؤال خطير كده تلصح مباشرة إن كل اللجالة اللي مخلفوش يتجاوز تاني لأ أنا بقول إيه بقول إن فعلا الراجل قدرته على الإنجاب بتتأثر جدا بسن السيدة ولو كانت السيدة صغيرة البوايدة بتاعتها صغيرة تقدر تاخد الحيوان المنوي ده وتصلح في بعض العيوب الـDNA اللي عنده وتخلي قدرته على الإقصاب أحسن يعني الحيوان المنوي نفسه لو تحقن في بوايدة سنها كبير بتاعت سن سنها كبير أو بتاعت ست سنها صغيرة يقدر يجيب أجنة أحسن لو البوايدة سنها صغيرة وبالتالي الراجل يقدر يخلي في مدى الحياة ولكن الكلام ده احنا بنقوله لو تحليله معقول وفي تفسي الوقت قدرته الإنجابية كويسة لكن لو عنده مرض زي ما اتفقنا كده ما نعودش نستنى عليه سنتين ما نعودش نستنى عليه ومسأل لا انت تتحلل سائل منوي قبل الزواج نتأكد الأول وكم من المشاكل الأسرية نتجت نتيجة ان بعد الزواج بسنة وسنتين يحلله يكتشفوا ان الراجل اللي يوجد في التحليل سائل منوي بتاعه حيوانات منوية على الإطلاق وتبتدي سلسلة من الأحداث الكئيبة وتبتدي سلسلة من المشاكل في العائلتين ولو كنا عرفنا قبل الزواج كانوا اتخذوا القرار عن علم ان هو هنكمل مع بعض ونتعالج وكده ولا لا ده فيجو مشكلة كبيرة ولازم نوقف وبالتالي العلم في الحاجات دي بيبقى مفيد جدا أحيانا كتير السائل منوي اللي يجور فيها حيوانات منوية على الإطلاق ولما بناخد عيانا من الخصية نلاقي كمان الخصية غير قادرة على تصنيع الحيوانات المنوية على الإطلاق وبالتالي بيبقى حالة من حالات صعوبة شديدة جدا للإنجاب بالنسبة للراجل ما نقعدش نستنى عليهم دول فترة طويلة لا لو عنده حاجة حصلت له خلال فترة حياته لابد ان احنا ندور عليهم بدل طب بعد يعني بتديهم علاج يا دكتور على حسب الحالة صح؟ بتلجأ ساعتها للحقن المكايلة والسائل المان ويعنده مشكلة ولا بيبقى فيه طرق علاج الأول لازم تمشي عليها ستب با ستب دا من الخطوة الظروف هو طبعا احنا الحقن المجاري ده يعني كأن حضرتك بالضبط بتستخدمي الحرب انتقامة حرب وبتستخدمي أعلى سلاح في الحرب اللي هو القنبلة النووية اللي عندك ده الحقن المجاري بالنسبة لنا ان هو أقوى سلاح في إيدي وبالتالي أنا عمري ما أول ما هتبتدي حرب أو أول ما أواجه المشكلة هستخدم القنبلة النووية ديت أو الأقوى سلاح في إيدي إلا لو اضطررت لذلك يعني لو واحدة سنة صغيرة في السن وجوزها تحليله معقول وهي تحليله كويسة ومتأخرين في الخلف أكيد الحال المجاري هيكون بعيد تماما عن تفكيري وأكيد هبتدي أحاول من أول تحليله في حصات فقط إن هي تعمل تحليله هرمونات وهو يعمل تحليل سائل ملوي ويعمله أشعة بالسبغة وتتأكد الأنابيب بتاعتها كويسة وخلافه ويرتقي بعد كده للمنشطات العادية خاصة التبويض بعد كده وانتبع التبويض هل تبويض كل سيدة جد التانية يا دكتور ده سؤال برضه خطير جدا وسؤال مهم جدا يعني من نفسه ما نحن اللي هو بعد اليوم اليوم كذا اتناشر او الحداشر بعد انتاء الدورة الزبط كده هو الكلام دوت غير صحيح تماما فترة التبويض مش لكل سيدة بتختلف عن التانية في السيدة كل شهر غير الشهر اللي قابليه ممكن ممكن جدا يعني ازاي يعني أنا الست دورتها المنتظمة برضو كلمة دورة منتظمة ده عند السيدات بيبقى مفهوم ما هواش مصبوط يعني الست عندنا في مصر تقولك دورة منتظمة يعني جات لي يوم خمسة تنزل يوم خمسة لو جات قبلها بيومين تلاتة او بعدها بيومين تلاتة تبقى مشكلة كبيرة جدا لا هو الدورة المنتظمة ليها معايير الدورة المنتظمة هي الدورة اللي تيجي ما بين الدورة والتانية من 22 ل 35 و 30 يوم يعني لو جات يوم 30 وجات بعد كده يوم 22 او 23 فانا سبعة ايام عادي عادي جدا لا نرجع نتكلم مساء الخير مساء والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اكلم الدكتور الدكتور معي تفضلي انا محمد اشحط خمس مرات معي محمد يعني كبير واشحط خمس مرات ومش عارفة ايه السبب تحليل كويسة بس تحليل الزوج فيه تشوهات نسبة بسيطة صادية ضعف الحيان المنق ونسبة بسيطة خالص كل ما بنقوله الدكتور يقول مش هو ده سبب ولا اش هو فانا عايزة نصحة من حضرتك اعمل ايه عشان خمس مرات والخمسة بتفريغ يبا بيتطبيع في الشعر كام عادك بتطاقتي في الشعر كام التاني مش همزة في نبض كلهم في التاني وكلهم مفهومش نبض عملتي تحليل للاجسام المضادة او تحليل السيولة والاجسام المضادة والاجسام المضادة كل تحليل كويسة مفهاش مشاكل ولا تحليل فيروسات فيها مشكلة ولا فيها حجب تحليل انهائي بس معي ولا دي عن دول عشر سنين بدون اي مشاكل قبل حلط اليشفوض يعني انت حملتي وخلفتي مرة وبعد كده خمس مرات اجهب عشر سنين خمس مرات اجهب ومش عارفة السبب فحظر انتك تنصح نعمل ايه فاصيلة دمك هجب ولا سالب نعم فاصيلة دم الفاصيلة الدم بتاعتك الار اتش شكرا لك يا محمد والدكتور هيرد عليك تبعين طبعا الاجهاض المتكرر هو نفس هو حلقة لها شبطين التأخر الانجاب والاجهاض المتكرر تقريبا تقريبا اسباب كتير جدا من اسباب الاجهاض المتكرر هي من ضمن اسباب تاعت تأخر الانجاب نرجع للنقطة اللي هي اسألة فيها برضو تنفيها سؤالة فيه قصة مهمة جدا قلت لك التحليل السائل المنع وتعزوجي في بعض التشوهات هل ده يسبب الاجهاض ولا لا قعدنا طول عمر ده نقول للناس الحيوان المنوي اللي قدر يخص بالبويضة وأنجب جنين خلاص يبقى حيوان مناوي كويس وينتج عن كده ان الحملة يمشي كويس الى ان خلال الثلاث سنين الاخرانيين دول ظهرت مجموعة من الارحاس العديدة على مستوى العالم أثبتت إن زيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية في الزوج تسبب زيادة في معضل الاجهاض عند الزوجة وأثبت العلم إن مش كل الأجنة التي تنتج نتيجة التلطيح بحيوانات منوية فيها تشوهات أو فيها ضعف في الديم ايه أو 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 ينتج عنها جنين يقدر يكمل وبالتالي لو هو في مشكلة في الزوج لابد إنها تتعالج قد تؤدي إلى تحسن حالة الزوجة في موضوع الإجهاض المتكرر لكن مش ده السبب الأساسي هي قليته فأنا لازم أجاوب عليه لكن مش ده السبب الأساسي السبب الأساسي دايما في الإجهاض المتكرر بيكون عند الزوجة الزوجة اللي عندها إجهاض متكرر إحنا بطلب منها خمس ست محاور أساسية ولابد إنها تنشي عليهم أول حاجة لابد إنها تتأكد إن الروح من الداخل اللي يوجد به ما يمنع استكمال الحمل لا سيما إنها حملت مرة قبل كده وأنجبت حملت مرة قبل كده وأنجبت فممكن يكون أثناء الولادة اللي فاتت حصل بعض الانتفاقات أو بعض المشاكل داخل الرحم أو طرق عليها وجود ورملي في داخل الرحم أو لحميات ينتج عنها ضعف التصاق الجنين في الرحم لابد إنها تعمل أشياء بالسابقة وتتأكد إن الرحم من الداخل جيد وما بفوش عيوب تمنع استكمال الحمل تاني حاجة بتعمل تحليل لتحليل الفيروسات تتأكد ما بيجلهاش فيروسات ومعندهاش عدوة حديثة من فيروسات أثناء الحمل تحليل للمناعة عشان أحياناً كتير الست جسمها بيطلع أجسام مضادة بتوهاجم الحمل بتاعها وبالتالي لو خدنا علاج يمنع مهاجمة الأجسام المضادة للحمل أو أدوية سيولة أو إبل سيولة أحياناً كتير الحمل بيعدي على خير وأحياناً بتبقى لا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا عندها أي مشاكل التحليل وفحصات بتاعتها وبتاعت جوزها كويسة ويطلع مثلاً عندها السكر والسكر عندها عالي بالضبط كده ومش مشخصة من عندها السكر أو عندها مشكلة طرقت عليها في الغضة الدرقية ومش مشخصة من عندها مشكلة في الغضة الدرقية فبعد أنواع الهرمونات في جسمنا لما بتضطرب بيحصل مشاكل في الغضة الدرقية يحصل مشاكل في الهرمونات بتاعت البنكرياس أو السكر يعني ينتج عنها أن الستيتي دي تبقى معرضها لإجهاض أكتر ومش بس كده طب إفرد ما عندهاش لا سكر ولا عندها غضة درقية ولا عندها مشاكل إندوكراينة اللي هو مشاكل في الغضة ولا مشاكل في الهرمونات ولا عندها أجسام مضادة ولا عندها فيروسات والأشعب استبغى بتاعتها كويسة وما عندهاش أي حاجة من الكلام ده وتحليل جوزة زي الفل وبرده بتسقط يبقى المشكلة فيه المشكلة ممكن تكون في الظروف الخارجية اللي أنا عايشة فيها يعني كتير جدا من السيدات اللي بتسقط تقولك إيه تقولك أنا مش لوحدة بسقط ده أنا المنطقة اللي أنا عادة فيه الحي اللي أنا عادة فيه كل الستات كل ما تحمل تسقط هنا بقى نبتدي نراجع نقول لها راجعوا الميا اللي بتشربوا منها راجعوا الأكل اللي بتاكلوا منه راجعوا الهوى اللي بتتنفسوه جنبكم مصنع بيطلع عوادم في الهوى بتاكش المصنع ده بينزل العوادم بتاعته في الارض فانتو بتشربوا من المية المية بتطلع ملوسة الى اخره اذا كانت بتتعرب لكيمويات او اشاعات او مواد كيميائية او اكل غير صحي نتيجة اعادها في منطقة المنطقة دي هتلاحز الناس كلها بتسقط وكم من الناس اكتشفت انها مثلا تقولك ايه انا كنت مسقط طول عمري وقلت البيت ده عتبته وحشا عليا ده الناس بتاع زمان بتاع زمان وغيرت البيت وروحت احملته وولدته وكملت هو مش تغيير البيت والعتبة نا احتنامنا يعني اللي بيفكروا كده هو اختلف حاجة في الظروف المحيطة بيكي كانت بتأثر عليكي سلبا مش اكتر من كده يعني الاكل بقى احسن الشرب بقى احسن الهوى بقى احسن زملتي كانت دكتورة دكتورة تحليل طبية كانت بتسقط كل شوية تجي لي تقول لنا كل ما احسن ما احسن كل ما احسن كل ما احسن عملت لها كل حاجة وكل حاجة طلقت كويسة بتقول لها بصي بقى انت الحملة الجاي مش هتروحي بقى تشتغلي وانا ما فيش في دماغي اي حاجة من المنطق الشغل يعني بتقول لها لا تريحي بقى خالص احنا ما صدقنا حمله خدت اجازة قعدت في البيت ترفدت نتيجة انها قعدت في البيت بعد ما بطلت تروح الشغل الحملة كمل على خير ما بقيتش فاهمة وانا ما بقيتش عالي قلت الحمدلله قلنا من الراحة يمكن ريحت ولو ان الراحة ما لها السبب اكيد يعني ما يلست علاقة لقيت اللي تعينت مكانها في نفس الشغل كل ما تحمل بتسقط برضه فكلمتها قالت لها بصي انا ريحت وبطلت سقط ريحت وثابت الشغل وبطلت سقط اكتشف لقى في الاخر ان الشغل بتاعها المعمل بتاعها فيه جنبه اوضة الاوضة دي فيها جهاز الجهاز ده بيطلع اشاعات تؤثر على الحملة سلبة والتواجد كل يوم 8 ساعات في المكان ده بيأثر على الحملة وبيخليه ينزل وبالتالي الظروف المحيطة بينا احيانا لابد انها تتغير عشان اغير فرصتي في الحمل وازحسن فرصتي في الحمل ودي من الاسباب الخفية اللي محدش بيتيجي باله ومحدش بيعرفها كل الناس بتدور على الورق والتحاليل والفحوصات تلاقي كل حاجة كويزة تقولها نصيبك كده واحيانا بيبقى فيه مشاكل في الجينات ما تتحللش بالتحاليل العادية فلازم احيانا نعمل تحليل جينات للست نتأكد ان الجين اللي بدمها مفوش مشكلة والجين بتاع جوزها مفوش مشكلة وبالتالي ما فيش عوامل وراثية تؤدي الى الاجهاض المتكرر فهو ونفس الاسباب دي تقريبا هي الاسباب التي تؤدي الى تأخر الانجاب يعني الست اللي دورتها مش منتظمة اللي بدأنا بيها ببداية الحلقة وقلنا طبوضها مش منتظمة ودورتها مش منتظمة الست دي دي لما بتحمل معرضة للاجهاض اكتر من الست اللي تبوضها كويس ليه؟ عشان البوايدة بتاعتها بتبقى بوايدة ضعيفة البوايدة الضعيفة دي لما بتطلع منها بوايدة بتتلقح ويعمل حمل بيتبقى ما كان جسم اسم الجسم الاصفر جسم أصفر ده بيطلع هرمون مسبت للحمل البوايضة الضعيفة بتطلع جسم أصفر ضعيف يطلع هرمون مسبت للحمل ضعيف استردت تبقى نسبة إجهاضها أعلى وبالتالي الموضوع كبير جدا معنا تليفون التالي بعده فترة يا دكتور سأل خير السلام عليكم أمهالي مسأل خير عليكم السلام يا أمهالي اتفضلي لو سمحتم عايزة أكلم الدكتور معايك الدكتور اتفضلي أيها الدكتور أنا الدورة لها ثلاث شهور ما جاتنيش وأنا سنة 52 سنة وعايزة أعرف أعراض انقطاع الدورة إيه عشان أنا تعبالة خالص بقى ظهري بجنبي بكل هاجة فيها كده تعبين في حضرية بتحسي بصهد أو هبو أو تحسي أني أني على طول سخنة كده ساعت آه بحسي بهاب باست آه وبتحسي أني أني على طول متضايقة وعلى طول متنرسزة مخنوقة بقى مخنوقة وحكي النفسية وحشة خالصة كل اللي يقولك طبعا خير تقوليه 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 طبعا خير إزاي؟ وتزعائي فيه؟ أيوة بتنظر كتير هي دي الأعراض طيب حاضر إحنا عناية لتنين أجاوب على حضرتك حاضر هيرد عليك الدكتور هاميهينيو شكرا لإتصالك طبعا 52 سنة وتقطعت الدورة لثلاث شهور إحنا السن المتوسط لانقطاع الدورة على مستوى العالم هو 51 سنة اللي هو الناس هنا بتسميه سن اليأس وهو ما هوش اسمه سن اليأس ولا حاجة هو سن عدم حدوث دورة تاني وبالتالي عدم حدوث حاملة وهو 51 سنة المين إيج اللي هو السن المتوسط يعني طبعا إدراض انقطاع الدورة زي ما السيدة قالت كده إن هي أولا الدورة تقطعت فينتج عن الدورة تقطعت إن ما بقاش فيه طبويد ما بقاش فيه طبويد ما بقاش فيه هرمون الاستروجين اللي بتطلع من المبيض التبويد ده بينتج عنه إن فيه بوايدة بتطلع فالبوايدة بتطلع بتطلع هرمون اسم أو إسترادايولة أو إستروجين الناس بتسميه إستروجين الإستروجين ده بيؤثر على كل حاجة في حياتنا وبجسمنا هو اللي بيخلي سبر الوحدة يكبر ويخلي الراحم بتاعها يجبر ويخلي البونز بتاعتها كويسة العظم بتاعتها كويس لما بينسحب هذا الهرمون من الجسم الست بتحس بشوية أعراض من ضمنها الصهد الهابو تحس انها قاعدة الدنيا بارد وتلجو ده لمدة معنا يا دكتور؟ لمدة سنتين تلاتة لغاية ما جسمها يتعود على سحب هو مادة بتتسحب من الجسم فعلى الجسم ما يتعود على انسحاب هذه المادة فتحس بصهد وهابو عرق الناس كلها قاعدة متكلفتة ومتدفية ويش دنيا شتة وهي عملة مشغلة المراحة حطها قدامها وعملة تصب في عرق دي من ضمن الأعراض تحس طبعا نتيجة انسحاب الهرمون بمشاكل فيه ايموشنال يعني مشاكل نفسية يعني زي ما بقوله حضرية كده حد يقولها صباح الخير وما ملاش حاجة تروح تقول لي ابعد عني ما تتكلمش معايا دلوقتي مش عارب ايه لازم نستحمل السيدات في مثل هذا السن عشان ده التراب هرموني هي ملاقية زنب فيه هي بيانسحب من جسمها هرمون وهي ملاقية زنب في الموضوع ده فلازم نستحمل شوية ان السيد بيبقى عندها شوية الترابات السلوكية والترابات نفسية في مثل هذه المرحلة اهم حاجة العظم تاخد كالسيوم عشان خطر ما يحصلش هشاشة في العظم والعظم بتاعه هيبضل كويس وتشرب لبن مهم جدا شرب اللبن في هذه المرحلة معنا تتصال تاني يا دكتور معنا يا ليزا مسئل خير يا ليزا سلام عليكم وعليكم بسلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمشتها سأل الدكتور سأل بات معاك يا دكتور اتفضلي سأل معلك دكتور اهلا وسهلا ازاي يا دكتور هاتفلك سأل على الفشل انا عندي فشل المبكر المبكر مبكر كاش فشل مبكر كم سنة دكتور محمد الشيربين عندك كم سنة الاول نعم عند ربعين سنة أربعين سنة طب هوم مش مبكر اويا ماش وبعدين عندي من زمن يعني كان الجواز دا ليه دي بي اتجوزت مرة طايم وانتاني جواز دا ليس تدكتور على الفيديوة لنفيك بيقول لك ده اسمه الدكتور محمد الشيربين ملاش أسامي دا كثرة بعد إذنك تكلمي عادي بس ملاش تقولي أسامي دا كثرة خشت في الموضوع على طول البيئة البيئة بري بتمسع للفشر المبكر في الموضيات والخلايا يتزاقين في حل للفشر فيها دكتور والله أنت سؤال الجميل قوي يا مدام لي حاضر أنا أفهمتك وعرفت حدك بتكلم عن إي حاضر شكراً لاتصالك والدكتور هيرد عليك حالة الست سأل السؤال مهم جداً في موضة طلع الأيام دي ولا سي ما في مصر للأسف يعني حاجة اسمها الـ PRP أو الـ Platelet Rich Plasma أن هما بيأخذوا عينة من الدم وبيفصلوا منها كرات الدم الحمراء وبيحطوا الصفائح الدموية يعني بلازما بلازما اللي هو المياه بتاعت الدم وركزة فيها الصفائح الدموية وبيأخذوا هذه المادة وحينوها في الموضوع دي وحينوها في الرحمة وحينوها مش عارف إيه الكلام واضح جداً لا يوجد في الطب على مستوى العالم حتى هذه اللحظة ما يثبت أي فايدة من استخدام هذه الشعوزة الطبية يعني فعلاً منتشر على الموضوع دي يا دكتور جداً للأسف بيتاخد فيه أموال طائلة ومعمول زي ما حمد نقول كده شعوزة طبية أفكار بنعرف حضريك الغرقان اللي بيتعلق بأشاية فهو فيه بني أدم غرقان فأنتي بتقولي له بص في حاجة اسمها كذا 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 نعمل كذا يدخل يلاقي أن الناس بتتكلم عليه يقول لك خلاص هعملها طبياً أبحاث وعلم على مستوى العالم أمريكا، إنجلترا، أوروبا دول العالم المتقدمة لم تثبت حتى الآن أي فائدة نهائياً لاستخدام الـ PRP اللي هو البليتلي تريتش بلازما في الحقن سواء كان للمبيض أو للرحم أو للبطانة أو لأي حاجة أدت إلى النتائج جيدة للعكس، خالط لا يوجد وبالتالي حضرتك ما تحاوليش تهادي التجربة ده رقم واحد طب، السؤال بقى الأساسي الفشل المبكر للمبيض الفشل المبكر للمبيض يعني إيه؟ يعني إحنا كنا السؤال سبحان الله والصلاة بتكمل بعضها السيدة اللي قبلها قالت الدورة تقطعت وهي عندها 52 سنة وقلنا المتوسط السن المتوسط لانقطاع الدورة والواحد وخمسين سنة هل كل السيدات تختلف عن التانية؟ برافو فشل المبكر يعني إيه؟ يعني هي طالعة الدورة بس في سن صغير 25 22 18 لا تانية دكتور فشل المبكر للمبيض يعني المبيض بدل ما يحصالها تخلص الفلوس اللي فيها تخلص عند سن 51 سنة؟ يعني الببيضات تخلص من الببيض في السن دا؟ لا تخلص في سن صغيرا وهي لسه صغيرة 18 سنة 20 سنة 25 28 28 سنة والمطبيض يبقى شطة بالببيضات اللي فيها وبالتالي المبيض ما فيهوش ببيضات تاني السؤال المهم جدا اللي أي حد يقول لك وليه يحصل لها كده؟ وليه يحصل لها كده أصلا؟ عندنا 3 حاجات 3 أسباب أساسية أول سبب ممكن يكون الست ربنا خلقها بمحتوى من الببيضات ضعيف عندها مرض جيني يخلى ببيضاتها ضعيفة زي ناس من عندنا نسمعها تيرنر سيندروم اللي هي عندها XO أو لا مخلوقة ببيضات كويسة بس جالها مرض بيهاجم الببيضات اتكسرت أو عملت عملية شالت جزء من المبيض أو خلت كيميائي أو شعي أو كده الناس اللي فشل عندها ببكر المبيض فرص للحمل بالنسبة لها ضئيلة مهما كانت نوعية العلاج المتاح دكتور محمد نورتنا النهار يا رب يكونوا أستاذ المشاهدين استفادوا بالحلقة يا رب يا فليك واشكر حقيقة جدا أعزائي المشاهدين يا رب تكونوا استفادوا بالفقرتين وانتظرونا في حلقات قادمة وأستاذ فالتب